ست سنوات تقريبا والمحافظ لوي الياسري يمارس مهمه الإدارية على رئيس السلطة التنفيذية في النجف قبل تقديم استقالته إلى رئاسة الوزراء استقالة أجمع مراقبون على إنها جاءت بعد زيارة السيد مقتدى الصدر إلى بلدية المحافظة وطرحه موضوع إقالة الياسري رافقها تظاهرات شعبية تطالب بتقديم استقالته عاجلا أجد أنه بأن ضغوطات سياسية كبيرة مورست على سيد المحافظ لتقديم أعفائه من إدارة ملف محافظة النجف الأشرف هو كان يشير إلى أن التظاهرات الأخيرة والحراك الأخير هو حراك مسيس وكذلك بأن كانت جهات سياسية تدعم هذا الحراك مسلسل استقالة المحافظين يراه مراقبون بأنه لن يقف عند حد استقالة محافظة النجف حسب بل وسيمضي إلى محافظات أخرى في الوسط والجنوب يأتي ذلك في وقت دعا فيه السيد الصدر إلى الإسراع بتنصيب محافظة النزيه ومقتدر والتعامل مع الاستقالة وفق القانون هناك حراك أبيض وقاد من أجندة سياسية هذا الحراك شمل النجف وقبلها الناصرية والديوانية وكربلاء والكوت ستلتحق بهذا الحراك والسماوة وربما حتى العاصمة بغداد يعني أتوقع أنه النجف لا تختلف عن باقي المحافظات ستتجه إلى مشاكل سياسية في المستقبل خصوصا بعد تفاهمات تشكيل الحكومة وبالتأكيد كل حزب يطمح أن يكون في المرحلة المقبلة بيده زمام المبادرة من أجل قيادة هذه المحافظات سواء في ذيقار أو في النجف أو في كربلاء أو في الكتباق المحافظات التي من الممكن أن نشهد تغيير جدري في الحكومات المحلية فيها حراك جديد مسنود شعبيا قد يرسم خارطة مغايرة من الأداء الحكومي على المستوى المحلي وفق متابعين وجدوا أن عجلة التغيير ستطال مناصب حكومية أخرى في قادم الأيام من النجف محمد رزاق التغيير ترجمة نانسي قنقر